مساء الخير اللي عرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الجواز والطلاء عشان الإنسان يقدر ياخد فرصة جديدة لو اكتشف إنه هو مش سعيد مع شريك حياته أو إن العشرة بينهم بقت مستحيلة بس هل ده معناه إننا طول الوقت من حقنا إننا نتجوز ونتطلق لحد ما نوصل للشخص المناسب إلي نرتاح معاه؟ ولا عدد الجوازات لو زاد ساعتها المجتمع ممكن يبص لنا بصها مش حلو وممكن يعيرنا بيها ده السؤال اللي بتسأله أميرة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي أهلها رفضين إن هي تتجوز لتالت مر عشان الناس ما تقولش عليها كلام مش كويس طب إزاي؟ تعالوا نسمع القصة من الأول اسمي أميرة وعندي 36 سنة من وانا طفلة وأهلي قفلين علي تربيتي ودراستي كلها كانت في مدرس بنات حتى كليتي بنات ما كانش عندي خبرة خالص بالجنس الآخر بعد ما تخرجت اتقدم لي حد من طرف أختي في الشغل مامته كانت صاحبة أختي وجي البيت وشوفنا بعض ما حستش نحيته بأي حاجة أهلي وفقوا عليه وتخطبنا أربع شهور طول الفترة دي لما كان بيتصل ما كانش بيقول غير عاملة إيه وإزايك وبس بقى المكالمة خدي ماما خدي بابا خدي أخواتي حتى لما كان بيزورنا في البيت كان بيجي بأهله ما كانش فيه أي حوار ما بيننا اشتكيت لبابا قال لي يعني أنت عايزة يقولك إيه أنت قللت الأدب عايزة واحد يقعد يطميص ويسمعك كلام حب وقرف كنت صغيرة ولسه عندي 21 سنة ما عنديش خبرات في أي حاجة وفجأة الشقة جهزت وتفرشت وتجوزنا مع أني كنت بقول لبابا مش عايزاه وعايت عايت لماما وقول لها مش مرتاح له خالص ماما ضربتني يوم الفرح عشان أوافق أتجوزه لبست فستاني بالعياط أهلك أنا مرتاحين ماديا وغطوا على كل ده بفرح مهول بس أنا كنت حاسة أن أنا بتزف القبري ما كنتش مبسوطة كنت خايفة وفعلا لما رحنا البيت واتقفل علينا باب سابني وقعد لوحده في الأنتري رحت له لقيته بيترعش قلت له مالك أنت تعبان قال لي لأ بس أنا ما عنديش خلفية خالص المفروض أعمل إيه ما تطلبيش مني أي حاجة أنا مش عارف أي حاجة قلت له تمام ادخل ارتاح وأنا كمان كنت زيه ما كنتش عارف أي حاجة عن الجواز والدخلة وإيه بيحصل اليوم ده فضل يوم هيعرق جامد وغير هدومه ونام للصبح وتاني يوم مامته جات لي وهو نزل لبابا فمامته قالت لي ها نقول مبروك قلت لها لأ ما حصلش حاجة قالت لي لأ شجعيه كده ودردحيه وحكيت لي قصة عن واحدة صاحبتها بنت سفير اتجوزت واحد ملوش في الجواز واما طلبت الطلاق سابت كل حاجة واتنزلت عن حوقها القصة دي اتحكيت لي يوم الصباحية الصبح مكنتش فاهمة ليه مامته بتحكيها بس عرفت بعدين لما جات أمي وعرفت بلا حصل قالت لي أكيد انتي لمنع نفسك عنه بعدين جوزي رجع من عند بابا والأبو قالهولو مفزوا علي بغشمية وجهل بهدلني وقعد بعدها أربعين يوم ملمسنيش وقومه جات تقول لي قوعي قوعي ينسي الدواء فسألتها دواء ايه قالت لي دواء الضغط وفي مرة وانا بنظف قلت أبص على نشرات العلاج لقيت كلها علاج للصرع كهرباء بالمخ لقيت رشدة لدكتورة مخ وقعصب كلمت الدكتورة وقلت لها أنا امراض فلان قالت لي حصل له ايه قلت لها ينفع جيلك وحددت المعات كشف وروحت الوحدي قالت لي هو مريض صرع وعنده عيب خلقي مأثر على قدرته الزوجية وانا قلت لأهله ما يجوزهوش حرام رحت أواجه مامته قالت لي أهلك عارفين واختك عارفة كلمت أهلي وأمي وأبويا وأخويا بقول لهم على حصل فجم وحصلت المعركة بين انتوا عارفين وبين لا ما كناش نعرف فقالوا لأهلي انتوا عايزين ايه بابا قال عايز بنتي وحققها بنتي ما نبهاش حاجة قالوا له وإحنا ابننا برضو ما نبهوش حاجة عاوز تطلق لو عايز تطلق بنتك تنازل عن كل حاجة واتعرضت بعدها لضرب وإهانة واشتيمة لحد ما هربت من البيت وبعدها ضربوا أهلي ومشوهم وقالوا لهم ما لكوش أي حاجة اضطر بابا ان هو يتنازل عشان يطلقني منه اضطلقت بعد 40 يوم جواز 40 يوم طلقت بعدها مع ان هي من الأول ما كانتش مرتاحة وقالت أنا مش مرتاحة رفضته أهلها ضربوها أكبروها أن هي تتجوزوا نازلها لابسة فستان الفرح ويابا تعيط رجعت لهم بعد 40 يوم جواز تعالوا نكمل قعدت فترة منهارة مش قادرة أسامح أهلي على اللي عملوا في حاولت أنزل أدور على شغل بعت الدبلة اللي كانت في إيدي وجبت طقمين أعرف بيهم أروح الشغل وانزلت أطلع شهادات جديدة بعد ما أهل جوزي خدوا كل شهاداتي وهدومي ودهبي وكل حاجة لحد ما ربنا رزقني بشغل في مدرسة كبيرة بمرتب كويس قعدت سنين بشتغل على نفسي وأحسن مستوية باخد كورسات أعمل دورات لحد ما تعينت في الجامعة وفضلت رفضة فكرة الجواز تاني لحد ما بابا توفى توفى وهو بيقولي سمحيني وسمحته بس نفسي تتعبت أكتر بعد وفاته من البهدلة اللي شفتها أصلي عندي تلت إخوات اتنين ولاد متجوزين محدش فيهم بيسأل وأخت بنت ودي بقى بتغير جدا مني ومش بتحب لي الخير بعد ما بابا مات فضلت تعملي مشاكل كتير قوي مشاكل كتير قوي معي تقطع هدومي ترمي حاجاتي من الشباك تكسر لي حاجات لحد ما تقدم لي حد معرفوش من طرف زميلة لي أيام الجامعة كان متجوز قبل كده وطلق ومع بنت عايشة مع مراته ومش بيشوفها ووافقت اتجوزنا بعد خمس شهور ومشيت الحياة تمام قلت هتعود عليه وحبه بعد الجواز وحملت لما ولدت بنتي نزلت نقصة وخدوها الحضانة وقالوا لي عندها صفرة وتكسير في الدم وجالها لتهاب سحائي خدتها لأبو الريش قعدت أربع شهور في المستشفى لحد ما عملت لها عملية وركبت سمام في المخ وأثر على حركتها وعلى الكلام ضغت بيها من مستشفى لمستشفى ومن دكتور لدكتور وعلىك طبيعي وفي عز كل ده تخيلي يقول لي ايه قال لي ملهاش عندي غير أكل وشرب أنا مش قد مصاري في علاجها ولأن مرتبي ما كانش كفاية اشتغلت مندوب واشتغلت أونلاين كنت بجيب بضع ملابس أدوات بيت وبعها كل ده جنب شغلي في الجامعة وكمان كنت وقتها بحضر ماجستير فضلت الحياة كده أربع سنين لحد إما اكتشفت كارثة في رسائل بين جوزي وستاتي عرفهم هو ده جوزي المحترم اللي كان مش معاه يصرف على بنته جي المأزون وجوزي اعترف قدامه إنه بقى كده والمأزون ضربه وقاله طلقها حالا سبت نص الفرش وسبت الشقة عشان أخد بنتي وأمشي وأجرت شقة في مكان بعيد رخيص شوية كركبت في الفرشة فوق بعضه بوق بعضه خلاص رجعت بيت أبوي وعيشت تاني مع أمي وأختي وطبع أختي فرحك جدا وقارتلي أحسن أنا فرحانة فيك وفضلت زغرت إني رجعت البيت واتطلقت قضيت سنة في مستشفيات وعمليات لبنتي في المخ من دكتور للتاني بعت كل دهبي ورحت كل فلوسي على عملياتها وما بقاش معايا حاج ورجعت أشتغل مندوب وعمل أبحاث للطلبة وابعها وروح مشويل للدكاترة وأخد أجر على كل مشوار وكل حاجة ينفع جيب منها فلوس كنت بحاول أعمله وقتها ظهر لي زميل في الجامعة وأنا بحضر رسالة الماجستير وكان كل اللي بيننا شغل وخدمات وكنت بصعب عليه قوي وحبني واستجدعني جدا وهو ظروفه إنه تجاوز قبل كده ومع طفلين مع مامتهم مش بيشوفهم خالص ولا حتى بقانون الرؤية فضلنا نتكلم مع بعض سنة اتعودنا على بعض قربنا جدا وأنا كمان بقيت أحبه واحترمه خصوصا إنه عارف كل ظروفي وراضي بظروف بنتي وعارف إن علاج الضمور بيطول وقال لي أنا معاك وبنتك قبلك بس المشكلة إن ماما رفضة جوازي للمرة الثالثة قالت لي هتعاير بيكي في العيلة إن بنتي تجاوزت ثلاث مرات أنت بكحة وأخوي أتكلمه وقال له ما عندناش بنات تتجاوز مالكش دعوة بيها مع إن لا أخوي ولا أمي ولا حد من اللي أمي خايفة من كلامهم حاسس بهمي وشير شيلتي أنا وبنتي محدش فعلتنا بيسأل عليها خالص أنا اللي بجري ببنتي لوحتي وبشيل بنتي اللي بقى عندها ست سنين على كتفي من مستشفى للتاني ولسه فأقدر قدرة على الكلام والحركة وقدامها سنين في العلاج أمي نفسها بقت كبيرة في السن وعندها 72 سنة وأنا حقيقي معيش حد يساعد ولا حد يشيل معي أنا ما طلبتش حاجة عيب ولا حرام أنا طلبت سند واستقرار وواحد يشيل معي المسئولية قولولي أعمل إيه قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة أميرة في جزء في قصة أميرة بيخليني أقول عليها أن هي بطلة استحملت كتير الستة المصرية لما تشيل المسئولية وتبقى أدها تلاقي نفسها لوحدها ما حدش شايل معاها بتعمل معجزات بجد السؤال بقى دلوقتي في حاجة اسمها إن الستة ما تتجوزش لتلات مرة عشان كلام النس طب هي ممكن تكون مامتها شايفة حاجة أميرة مش شايفها بتقولها كده وخلص ده غير إن أميرة لما جدت تجوز تاني مرة كان جوزها مطلق ومش بيشوف بنته وفي الآخر تخلى عنها بهدلها تغير زي ما بيقولوا ودي نفسه ظروف عرسها التالت هو كان مطلق عنده طفلين مش بيشوفهم ممكن يحصل اللي حصل ولا طب من ناحية تانية هو مش من حق أميرة ناتس تريح بتتجوز اللي عايزة بتتجوز اللي حبته أسئلة كتيرة قوي هنجاوب عليها بس بعد الفاصل استنون